كارثة بيئية فريدة من نوعها لا تحصل إلا في العراق مياه ثقيلة تصب على بعد أربعة أمتار من أنبوب سحب مياه مجمع المزيدية الذي يرتوي منه أكثر من خمسة آلاف نسمة يسكنون بالقرب منها نهيك عن مدرسة بجانبها ويتوسطها تلال من النفايات ذات الرائحة والأمراض الخطرة بالنسبة للنفايات الموجودة في محلة المزيدية والبسعبر محلة المزيدية والبسعبر كتابنا من البلديات مفصلهم يوم واحد بس رغم هذا يندزلهم أكثر من كابسة وأكثر من يوم واحد وكل خميس عندنا جهد هندسي يتكون من قلابات وشفال وقرادارهم مستمرين بالعمل ساكنوا المنطقة يعللون سبب رمي المياه الثقيلة في فرات العراق هو لمطالبتهم المتكررة لدوائر الدولة لكن دون حسيب أو رقيب بغياب جهد الرقابة البيئية وتقصير مديريات البلدية نحن نعاني من مشكلة مشكلة المجرى والمجاري والماء والمنطقة صار قرب المجمع والماء يعني قريب كلش بعد أربع متار عن السحب مالاتنا وخاطبنا البلديات وخاطبنا قائم مقامية وخاطبنا البيئة بسادة هذا وأكو إجراءات بس ما دعا يسرعون بالإجراءات وحنا حاليا نعاني من هذه المشكلة مشكلة النفايات دولة هاي لا وصلتنا ولا بمجاري ولا بلديات كل شي ما وصلون نعم الله عليهم يجون كل سبوع يشيلون الأنقاذ المجاري سوتها المنطقة جمعت عليها فلوس بواري اشترت وسوتها المدرسة هنا مدرسة جديدة قديمة وبنيناها إحنا الأمات نجمعهم من الأهالي وهنانا مشروع تفيض المزيدية إذا مطرت الدنيا ماكوه تفيض تفيض ماء بعد ما ننطيع يعني احنا كل البيوت اللي ينصها يغرق بيتها وهنانا كل شي ما اشتغلوا ولا إجاب أجانا وقت الانتخابات هاي الراحة تقصوا الشوارع وخربوها وبعد لحد وصلنا ولحد هذا ذاك يوم وهذا بدالة المياه الثقيلة التي تبعد أربعة أمتار عن الأنبوب الخاص بمجمع التحلية الخاص برفض المياه الصالحة للشرب بهذه المنطقة وسط غياب ملموس وملحوظ للجهات المعنية من قضاء الهاشمية محافظة بابل لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميمة المسيطة ٹ٤ ناد جئ